حدثنا أبو نعيمين حدثنا مصعر عن عبد الجبار بن يوائل إن قال حدثني أهلي عن أبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم مجى في الدلوي ثم صب في البيئر أو شرب من الدلوي ثم مجى في البيئر ففاح منها مثل ريح المسكي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عبد الجبار بن يوائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع أنفه على الأرض حدثنا عبد القدوس بن بكري بن خنيس قال أنبأنا الحجاج عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أنفه مع جبهته حدثنا عبد القدوس أخبرنا الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين حدثنا حدثنا صفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجر بن عن بسن عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا أضالين فقال آمين يمد بها صوته حدثنا عبد الرحمن قال وقال شعبة وخفض بها صوته حدثنا 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 المسعودي عن عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين كفيه حدثنا حدثنا صفيان عن عاصم ابن كولي بن عن أبيه عن وائل الحضرمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتني من أذنيه حدثنا حدثنا موسى بن عمير العنبري عن علق متابن وائل الحضرمي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة حدثنا حدثنا شريك عن عاصم ابن كولي بن عن علق متابن وائل بن حجر عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء قال فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم حدثنا حدثنا شريك عن عمير ابن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمني بن اليحصوبي عن وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير حدثنا وكيع حدثنا فتر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين أفتتح الصلاة حتى حذت أبهامه شحمة أذنيه حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم بن كولي بن عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا أنظرن كيف يصلي قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كان تحذ ومنكبيه قال ثم أخذ شماله بيمينه قال فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كان تحذ ومنكبيه فلما ركع وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كان تحذ ومنكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع فلما قعد أفطرش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخيذه اليمنى وعقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بأصبعه السبابة حثنا وكيع حدثنا مسعر قال سمعت عبدالجبار بن وائل يذكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء فشرب منه ثم مجه حدثنا وكيع عن المسعودي عن عبدالجبار بن وائل إن حدثني أهل بيتي عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة ويضع يمينه على يساره في الصلاة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائية يحدث عن عبدالرحمن بن اليحسبي عن وائل بن حجر الحضرامي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويصلم عن يمينه وعن يساره قال شعبة قال لي أبانو يعني ابن تغلبة في الحديث حتى يبدو ووضح وجهه فقلت لعمرنو أفي الحديث حتى يبدو ووضح وجهه فقال عمرنو أو نحو ذلك حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل عن حجر أبي العنبس قال سمعت علقمة يحدث عن وائل أو سمعه حجر من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أمين رافعا بها صوته ووضع يده اليمن على يده اليسر وسلم عن يمينه وعن يساره حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل الحضرمي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل ورفع يده وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجاف وفرش فخذه اليسرى من اليمن وأشار بأصبعه السبابة حثنا أبو معاوي يتحدثنا الحجاج ويزيد عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض إذا سجد مع جبهته حنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجري بن عن بصن عن وائل بن حجري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم ابن كولي بن عن أبيه عن وائل بن حجري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر يعني استفتح الصلاة ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين ركع ورفع يديه حين قال سمع الله لمن حمده وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافتراش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخيذه اليمنى ثم أشهر بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض صائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه حثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سماكي بن حرب عن علق متابني وإل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له السويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فناهاه عنها فقال إني أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هداء وليست بدواء حثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن يوائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ألقائل قال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير فقال لقد فتحت لها أبواب السماء فلم ينهنيها دون العرش حثنا يزيد أخبرنا أشعث بن سوار عن عبد الجبار بن وإلي بن حجر عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لي من وجهه ما لا أحب أن لي به من وجه رجل من بادية العرب صليت خلفه وكان يرفع يديه كل ما كبر ورفع ووضع بين السجدتين ويسلم عن يمينه وعن شماله حدثنا روح حدثنا شعبة وعن سماك عن علق متابني وإلي عن أبيه أن طارق بن سويد الجعفية سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الخمر فناهاه أو كره له أن يصنعها فقال إنما نصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء حثنا هشام بن عبد الملك أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك عن علق متابني وإلي عن وإلي بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا أنتزى على أرض يا رسول الله في الجاهلية وهو إمرو القيس بن عابص الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان فقال له بينتك قال ليس لبينة قال يمينه قال إذن يذهب قال ليس لك إلا ذلك قال فلما قام ليحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لاقيا لها عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا الأعمش عن عبد الجبار بن وإلي عن أبيه قال رأيت رسول الله يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين قال ثنا عاصم بن كوليب عن أبيه عن وإلي بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه حدثنا عفان قال ثنا همام حدثنا محمد بن جحادة فقال حدثني عبد الجبار بن وإل عن علق متابن وإلا ومولم لهم أنهما حدثاه عن أبيه وإلي بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم اتحف بثوبه ثم وضع يده اليوم على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما فكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه حثنا يحيى بن آدم وأبو نعيمين قال ثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وإلي بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه حذاء أذنيه حثنا يحيى بن آدم قال ثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وإلي بن حجر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة آمين حثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علق متابن وإلي عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين حثنا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عاصم بن كليب أخبران أبي أن وإلى بن حجر الحضرامية أخبره قال قلت لا أنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حذت أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخيذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخيذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها بها ثم جئت بعد ذلك في زماء فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد حان عبد الله بن الوليد حدثني صفيان عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وإلي بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه ثم حين ركع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة فلما جلس حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ووضع يده اليمنى على فخيذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخيذه اليسرى حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه قال استقرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرئ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ ووضع يده حين يوجب حتى يبلغ أذنيه وصليت خلفه فقرأه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يجهل حدثنا أبو أحمد حدثنا مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء زمزم فتمض مضى فمج فيه أطيب من المسكي أو قال مسكن واستنثر خارجا من الدلو حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى في الصلاة على اليسر فذكر مثل حديث ابن أبي بكر حسن أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية عن عاصم ابن كوليب أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لا أنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فرفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم قال حين أراد أن يركع رفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم وضع يديه على ركبتيه ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسر ووضع كفه اليسر على ركبته اليسر فخيذه في صفة عاصمين ثم وضع حد مرفقه الأيمان على فخيذه اليمنى وقبض ثلاثا وحلق حلقة حلقة ثم رأيته يقول هكذا وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض إصبعيني وحلق الإبهام على السبابة الثانية قال زهير قال عاصم وحدثني عبد الجبار عن بعض أهله أن وإلا قال أتيته مرة أخرى وعلى الناس ثياب فيها الورانس وفيها الأكسية فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب حتى نهاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب قال سمعت أبي يحدث عن وإل الحضرامي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلف كبر فرفع يديه فلما ركع رفع يديه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه وخوى في ركوعه وخوى في سجوده فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليون على اليسرى ووضع يده اليون وأشار بأصبعه السبابة وحلق بالوسطى حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب قال سمعت أبي يحدث عن وإل بن حجر الحضرامي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال فيه ووضع يده اليون على اليسرى قال وزاد فيه شعبة مرة أخرى فلما كان في الركوع وضع يده على ركبتيه وجاف في الركوع ترجمة نانسي قنقر